بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في ترس جديد من دروسة تعليم مايكروسوفت اكسل. النهاردة ان شاء الله هنتعرف على الثاني استخلص الاسم الاول من خلال الاسم بتاع الشخص ككل. يعني مسلا عندنا هنا اه محمد عليه رمضان احنا كل اللي عايزينه احنا نخلي محمد تسحط في الخلية اللي هي سي اربعة. طيب احنا عشان نستخلص حاجة هو اه انا بتكلم بقول عايزة استخلص الاسم الاول فبقى الاستخلاص من اول خلية. معنى كده ان انا هستعمل الدلة. فالروح اكتب كده بيساوي. وهدي له خلية اللي انا عايز استخلص منها البيانات اللي هي بي اربعة. وبعد كده اقول له عدد الحروف اللي انا عايز استخلص. فانا فعلت هنا محمد ادي تلاتة اربعة خمس ستة سبعة تمانية. فانا عندي تمانية تمن حروف عايز استخلصهم. طيب انا مش يعني انا سهلا انا امسك اسم اسم وقت العدد الحروف. انا كل انا عايز اعمله. اعمل معادلة تكون شغالة بشكل ديناميكي ان انا اديها الخلية تطلع لي الاسم الاول منها على طول. طيب. نمسح المعادلة دي كده ونكتب نقوله جديد. نديها الخلية بي اربعة ونقول له. عند الحروف دوت بقى الا هنخليه يتغير من خلايه للتانية. يتغير على اساس ايه. هقول له دور لي. على اول مسافة فضية بين كلمتين. يعني دور لي على ايه? لأ يعني بعد محمد وعالي في مسافة فضية هو يدور لي على المسافة الفضية دي. شو المسافة الفضية دي ما كان ها فين في الخلية ويبقى داعت للحروف من اول خلية لقاية المسافة اول المسافة. هو داعت الحروف لا يتم استخلاصه. طيب انا عشان اجيب اول مسافة فاضية في الخلية انا بستخدم الدلة اللي هي اسمها فايند. اكتب دلة فايند بتقول لي انت عايز تدور على ايه? بقوله انا عايز ادور على القيمة نصية اه تشتمل على مسافة. فبعمل على متين تنصيص واسيب اللي بينها فاضي. فلاحظ هنا ان انا سايب دي بتقول اكسل انا بيدور على مسافة. بعد كده بيقول لي انت عايز تدور عليها فين? فانا هقول له عايز ادور عليها في هي الخلية بتاعت الاسم. اروح بحديث له خلية بتاعت الاسم. بعد كده بيقول لي انت عايز تبدأ منين? فانا هقول له انا عايز ابدأ من اول الخلية. فاكتب له واحد. قافل القوس بتاع فايند. قافل القوس بتاع ليفت. وهشوف النتيجة النهائية بتاع المعادلة هتطلع صح ولا غلط. هنلاقي فعلا النتيجة طلعت اللي هي محمد طلعت معنا مزبوط. طيب. انا دلوقتي لو جيت سحبت الخلية بتاعتي المعادلة بتاعت التحت. هنلاحز بعض المشاكل نحلها مع بعض. هنا الخلية اللي فيها محمد علي رمضان هنلاحز ان هي فيها مسافات كتيرة ايه. ماشي? فاحنا عشان نخلص من المسافات دي عندنا دلة اسمها الدلة تريم. الدلة دي بتشيل كل المسافات الزيادة اللي في النص لكن بتسيب مسافة واحدة بس بين كل كلمة والتانية. طيب فنروح احنا جايين هنا كده. ونعدل المعادلة بتاعتنا. فانا بقول له فايند فايند فين? فانا هقول له فايند في نص مفيش فيه غير المسافة واحدة بين كل كلمة والتانية. فروح كاتب هنا كده. تمام? وقفل القوس على باربعة. يبقى انا كده قلت له ادور على اول مسافة بين كلمتين في نص مفيش فيه غير مسافة واحدة بين كل كلمة والتانية. ندوز انتر ونسحب المعادلة بتاعتنا التحت. ونبص كده نلاقي البيناب بتاعتنا ظهرت زي ما احنا شايفين. كده هي طلعتلي طلعتلي اول اسم اللي هو محمد. بنفس الاسلوب انا لو ملاحظ هنا هلاقي ان في مسافة عندي مسافات زيادة في اول النص. انا لو عايزة اشيل مسافات ديات ممكن استخدم الدلة تريمي تاني على المعادلة ككل اروح كاتب هنا كده تريم. واقفل القوص بتاعها في اخر المعادلة. وادوز كنترول وانتر عشان افعال على كل خلايا. هلاقي ان المعادلة عندي بدلوقتي بياتشغلة مصبوط. مفيش عندي غير مشكلة واحدة بتواجهني لما اجي استخدم المعادلة ديت لما انا اكون بتعامل مع الاسماء المركبة. هنا لو لاحظت عندي مسلا هنا اه سيف الدين طارق اه انا المفروض انا عايز سيف الدين يطلع لي كاسم واحد. لكن الدلة ما هي شايفة ان اول مسافة بتاخدها موجودة في المكان الرابع فهي ترح تاخد الثلاث حروف اللي قابليها او الاربع حروف اللي عند المسافة وتشتغل. فدي تعتبر مشكلة المعادلة. عشان كده لما اجي نشتغل بالمعادلة ديت. لازم نركز ونشوف النتائج بتاعتنا شغالة صح ولا غلط بالزات في الاسماء المركبة. اتمنى يكون شرحة ده المعادلة كان واضح. لو في اي ملاحظات اتمنى احنا نسيبها في اخر المعطوة ان شاء الله نحلام مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.